السلام عليكم دليل الحج والعمرة مع تطبيق المطوف تطبيق المطوف يجد فيه الحاج والمعتمر دون مبالغة كل ما يحتاجه في رحلته المقدسة هذه إذن دون إطالة بالدخول إلى تطبيق المطوف الواجهة الرئيسية كما تلاحظون تشتمل على أوقات صلاة على بعض آراء المستخدمين وحالة زحاة وغير ذلك من العناصر التي سوف أكتشفها وإياكم تباعا إذن قبل الدخول إلى عناصر القائمة هناك سعي طواف جمارات هذه بعض العناصر التي تبدو في الواجهة الرئيسية في الأعلى يمينا نجد قائمة منو بالضغط عليها نكتشف مدى غناء هذه القائمة وبالتالي غناء التطبيق إذن أسفل الرئيسية نجد مناسك الحج التي تشتمل على ما يلي الحج بالإفراد وحج القران وحج التمتع كل يختار ما يناسب توجهه الفقهي وطبعا كل نوع من هذه الأنواع يجتمل على تفريعات لا مجال للدخول فيها تجنبا للإطالة مناسك العمرة أيضا بالدخول إليها نجد مجموعة من المناسك من طواف وسعي وآداب العمرة وغيرها أدعية خاصة بالحج والعمرة لاحظوا معي أترك لكم اكتشاف هذه الأدعية تطويف خاصية التطويف خاصية رائعة حتى لا ننسى كم طفنا من شوط حول الكعبة عند بدء الطواف يرجى الضغط على علامة صفر كلما قطعنا شوطا لاحظوا من واحد إلى سبعة يمينا هناك زر مناسك إذن نجد شرح الطواف خطوة بخطوة نخفي المناسك هنا أدعية نجد مجموعة من الأدعية أيضا أخفيها للعلم أستطيع أن أكبر أو أصغر الخط بالضغط على هذا العنصر الذي يعلو دعاء لاحظوا ها هو الخط يصغر ويكبر مرئيات مجموعة من المرئيات التي لها علاقة بالحج والعمرة حملتي وتضم كل ما يتعلق بالحملات المنظمة أثناء موسم الحج لك أن تشارك فيها كحاج لتستفيد منها أو كمتطوع أو مسؤول لتقدم ما تستطيع من خادمات ابتغاء الأجر والثواب أرشدني أرشدني يضع موقعك في الخارطة ولك أن تشارك هذا الموقع تضيف موقع أو تحدد بالضبط موقعك لتتقاسمه أو تطلب خدمات بناء عليه دليل حرام في الحقيقة هذا شيء رائع في التطبيق دليل حرام يضم أهم ما نحتاج في الحرام لنا أن نكتب مثلا ما نريد لنفرض أنني أريد أن أصل إلى باب من أبواب الحرام الشريط نكتب باب وتأتي جميع الأبواب باب العمرة لاحظوا باب العمرة في وسط الخارطة مع الأسف أن الخارطة غير متوفقة مع voice over لمستعمله كما استطيع أن أضغط على الزر الموجود يسارا في الأسفل لأحدد ما أريد ظهوره في خارطة دليل الحرام على سبيل المثال الأبواب الرئيسية الأبواب الفرعية الهلال الأحمر وغيره دورات مياه الرجال والنساء سلم كهربائي إلى غير ذلك أختار مثلا الأبواب الرئيسية ثم أعيد الضغط على نفس الزر تظهر هنا جميع الأبواب الرئيسية المرشد الصوتي هي خدمة هاتفية لكم أن تتصلوا بها بالدخول إلى هذا الحيز والضغط على التصل افتني أيضا نفس الشيء زيارة كل ما يتعلق بزيارة الروضة الشريفة على صاحبها أزكى الصلاة والسلام من فضل المسجد النبوي وأحكام وأدب زيارة وأخطأ شائعة أثناء الزيارة مواقف صلاة مواقف صلاة للحرمين المكي والمدني جنائز لضبط أداب الجنائز وفقه الجنائز خاصة كما يعلم الحجاج والمعتمرون أنه ما من وقت إلا ويصلى فيه على جنازة أو جنائز خرائط خرائط ميزة رائعة أيضا خريطة خريطة مكة مكة المكرمة خريطة منا خريطة منا خريطة المزدرفة المزدرفة خريطة عرفات وعرفات أضغط مثلا على خريطة مكة المكرمة نجد مجموعة من الأماكن هنا لك أن تضبط فندقك أو أي مكان تريد فيه مكة المكرمة من خلال السحب نحو الجهات الأربع صحة أيضا هذا التبويب رائع دليل صحي وأيضا مستشفيات لاحظوا معي هنا المعلومات المتعلقة بجميع المؤسسات الصحية في المملكة تواصل لتتواصل مع وزارة الحج السعودية يكفي أن تضغط اتصل مجانا قنوات قد تجدونها لا تعمل في بعض الفترات تصحيح التاريخ الهجري مسألة واضحة وأمور أخرى متعلقة بالبرنامج ومعلومات خاصة عنه إذن كانت هذه لمحة عن هذا التطبيق الرائع الذي لا غنى لكل حاج أو معتمر عنه فهو يسهل أي ما تسهيل على الحجاج والمعتمرين وهم في أنقى بقاع العالم والأرض على الإطلاق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أدعو الله أن يبلغكم إياهما إلى شرح آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة